بعد عملية نثرت توترات مع جمهورية سربيا المجاورة عقبتها ضغوط دولية انسحبت الأربع فرق شرطة كوسوفو من معبرين حدودين متنازع عليهم في المنطقة الشمالية ذات الأغلبية السربية وزير داخلية كوسوفو باكرامريك سهبي أوضح أن قوات شرطة كوسوفو انسحبت بعد أن حققت هدفها وهو تمكين مسؤولي جمالك من أداء عملهم وكانت شرطة كوسوفو قد اقتحمت النقطتين الحدوديتين ليلة ثلاثين المصرم وقام بعدها السرب بإقامة الحواجز وفي عملية تلت تلك الأحداث قتل ثلاثة ضابط شرطة من أصل ألباني من كوسوفو في أعمال عنف ورغم هدوء إلى وضع اليوم إلى أن العنف يهدد المحادثات الهشة بين الجانبين والتي بدأت في مارس الماضي تحت رعاية الاتحاد الأوروبي يذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن سربيا عام 2008 وثمانيها